لطالما أنعشت مياه الفرات حقول خالد الخميس في قرية الرميلة في محافظة حلب في جمال سوريا لكن منذ بداية العام انخفض تدفق النهر وجفت مياهه على مساحة واسعة فيبست الحقول وبات من الصعب عليه حتى تأمين مياه الشربي لعائلته أشجارنا يبسط، بساتيننا يبسط، مية شرم محرومين خالص يعني المرأة اليوم تمشي سبعة كيلو متر تجيب سطل مية يشربون عيالها منذ أشهر يحضر خبراء وتقنيون ومنظمات إنسانية من كارثة في شمال سوريا حيث يمر نهر الفرات قد تهدد سير العمل في سدوده إذ من شأن تراجع منسوب المياه فيها منذ كانون الثاني يناير أن يؤدي إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين السكان 26 يوقف 16 ساعة متواصلة إيقاف كامل للجران المياه والتوليد الطاقة الكهربائية وينبع نهر الفرات من جبال توروس في تركيا ويتدفق منها إلى سوريا وصولا إلى العراق وفي العام 1987 وقعت سوريا اتفاق تقاسم مياه مع تركيا تعهدت بموجبه أنقرة أن توفر لسوريا معدلا سنويا من 500 متر مكعب في الثانية لكن هذه الكمية انخفضت إلى أكثر من النصف خلال الأشهر الماضية وفق تقنيين كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى تصيب أكثر من خمس ملايين سوري والجانب العراقي بالكامل احنا 14 شخص كله على الحرب كله ما نزعنا بس أل حتى ونجع نفكر بالهجرة ويمر الفرات بغالبيته في سوريا في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية لكنها تعد خصما أساسيا لتركيا وتتهم الإدارة الذاتية أنقرة بعرقلة تدفق النهر وباستخدام المياه كسلاح واتهمت دمشق أيضا تركيا بحجز مياه الفرات وعدم الالتزام باتفاقية 1987 إلا أن مصدرا دبلوماسيا تركيا قالت إن بلاده لم تقدم يوما على خفض نسبة تدفق المياه وأوضح أن المنطقة تواجه أسوأ فترات الجفاف بسبب التغير المناخي مشيرا إلى تسجيل أدنى مستوى تساقط أمطار منذ 30 عاما على الأقل في جنوب تركيا هذا العام